وسؤال شيخنا في حكم من يطلق لفظة تكفير على ابن حجر والنووي ويصفهم بالزندق يعني صراحة حتى إن كانوا أشاعر أو هكذا لكن ما رأينا من العلماء المعاصرين وكبار العلماء كالشيخ ابن بازين وابن عثيمين وغيرهم من كبار علماء الأمة هذا الوصف حتى مع بيانهم بأنهم أشاعر وتحذير العلماء من أشعريتهم ومن الأمور التي استعملون فيها التأويل أو عقيدتهم ولكن لم يصل بهم الحد إلى هذا القول وحتى أن بعض المشايخ مثل الشيخ مصر العدوي سأله عن هكذا قال هذا جاهل من يقول بهذا فما توجيهكم وقولكم حفظكم الله أنا هذا السؤال سئلته كثيرا وجوابي واحد عليه أنا حقيقي شيخ مصر طيب تلكني أجيب القضية أن الأشعرية وقعوا بمكثرات بأمور اتفق السلف على تكفير القائل بها منها القول بخلق القرآن ومنها القول بنفي استواء الله سبحانه وتعالى أو نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى على عرشه وغير ذلك من نفي الصفات وما شابه لكن هاتين المسألتين من أعظم المسائل ابن حجر والنووي وقعوا بما وقع به غيرهم من الأشعرية فمن الناس من أنزل الحكم عليهم وقال هذا الحكم ثابت عند السلف وكانوا يكفرون به فلا مانع أن يكفر غير الذي كفرهم السلف فإذا كان ليس عندي من كفر فهذا الموضوع ليس موضوع تقليد وإنما موضوع حكم بحجة بدليل وهناك من لم يكفر والذين لم يكفروا انقسموا قسمين منهم من لم يكفر وأتى بعذر من الأعذار جديد قال هؤلاء يعذرون بأنهم أرادوا الخير وأرادوا الحق ومنهم من لم يكفر وأعذرهم بالجهل نسب لهم الجهل ونسب لهم عدم فهم المسائل التي تكلموا فيها فاعذرهم فالآن الناس انقسموا فيهم في هذه المسألة إلى هذه الموضوعات إن كنت ترى قولة فئة من هذه الفئات حقا في هذه المسألة فهذه ليست من المسائل التي يعني هي في صلب الدين أو في صلب العقيدة سواء تبنيت هذا القول تبنيت بعض الناس حتى لا يبدعهم ويقولهم أساسا لا يجوز إطلاق لفظ مبتدع عليهم مع قولهم بهذه الأقوال وهناك من يقول إن النووي تاب وأنا أجد يعني القول بتوبته قول يعني له قوة يعني في كتاب منسوب له على خلاف في صحة هذا الكتاب ولكن يرد فيها على عقائد الأشعارية فعلى العموم هذه المسألة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها طيب شيخنا نعم يعني رعينا من البعض يعني بعض الناس أصبحوا يعني يردون وينشرون هذه المسائل ويعني يصيفون مثلا من يعتقد بإمامة بن حجرين النووي ولا يرى تبديعهم يقول له مثلا حشرك الله معهم وأنت مثلهم كيف تتبع هؤلاء وهؤلاء يعني أم المبتدعة الضلالة الزنادقة يعني أنا من رأيي يعني وعلم قاصر طيب قبل ذلك إذا كان هذا الذي يقول هذا الكلام يعتقد بأن ابن حجر كافر من المفترض هو هذا الذي يقول حشرك الله معهم يعتقد أنه كافر أو يعتقد أنه مبتدع نعم طيب فهل أيهو هل يجوز أن ندعو على المسلمين أو هل الأصل أن ندعو على المسلمين الذي أخطأ وقال عن ابن حزم أو عن ابن حجر أو عن نووي أو عن أي شخص أخطأ في وصفه بأنه إمام ووصف الإمامة لا يطلق إلا على السني فأخطأ ووصفه إمام فهل ندعو عليه بأن يحشر مع الكفار وهذا يكفره فهل يدعو على المسلم بأي يحشر مع الكفار هذا أمر لا يجوز طبعا طبعا الشيخ يعني يعني مثلا ولو أقاطعك يعني آسف طيب لكن يعني أنه من ينزل هذا الحكوم على هكذا أشخاص من المفترض أن ينزله مثلا على قصد ينزل أنه يقول له حشرك الله معهم يمكن أن يعني ينزله على كبار العلماء يعني مثلا شيخ مبازو الشيخ من الأثنينمين الشيخ الفوزان وغيرهم من كبار علماء الأمة لا هو يفرق يقول علماء الأمة هؤلاء لا ندري هل هم فعلا قرأوا ووقعوا على التجهمات هذه أو على الكلام هذا لكن هو بنظره أنه ناقشك وبيّن لك وأنت ما استجبت وقلت على دين المشايخ لا أحيد عنه ولو رأيت الدليل فهذا الذي يغضب الطرف الآخر ولكن أنا أقول هذه وجهة نظره لكن نحن لا نجيز أن يدعى على المسلم بأي حشرة مع من نعتقد أنه من أهل النار هذا دعاء غير حسن وشيخنا يعني المفروض أنه ما تنشر هذه المسائل وتأخذ مأخذاً وتنشر بين الأمام لأن بعض الناس وبعض العامة قد ينتكس بسبب هذا الأمر يعني بسبب أنه كان يسمع من العلماء أنهم هؤلاء مشايق وعلماء ويأتي واحد يكفرهم ويأتي آخر يقول هكذا ومفترض أن هذه المسائل ما تنشر العامة حقيقة ما استفادت من هذا الأمر القضية ليست قضية استفادة لكن القضية الآن لنفترض أنك واحد من العوامة وتعتقد أن ابن حجر والنووي أئمة وهؤلاء هم علماء الإسلام أنا لا أتكلم عن الذين يكفرونهم أتكلم عن الذي يقول لك لا تقول عنهم أئمة فأنت تعتقد أنهم أئمة يأتي شخص يقول لك هؤلاء الأئمة الذين هم علماء الإسلام على عقيدتك وعلى عقيدة ابن بازو على عقيدة ابن عثيمين أم على عقيدتنا السادة الأشعرية هم على عقيدة الأشعرية وهم أئمة الدين لحظة وهم أئمة الدين وهم أئمة الإسلام فتتبع ابن بازو بن عثيمين ولا تتبع أئمة الدين كيف تجيبهم؟ هنا شيخ أقول لك أنه لا تثار هذه المسائل بهذه الإثارة لكن يقال عنهم لكن مع التحذير من أشعريتهم ومن الأمور التي وقعوا فيها وحتى أنا سمعتي شيخنا عثيمين قال أنهم وقعوا في بمض الأمور يعني إن شاءوا أنها مغفورة في غمر حسناتهم ولكن يعني لا تنشر يعني هكذا هكذا نشر لأن يعني شيخنا الآن من طلاب العلم يفتتنى بهذه المسألة يعني وأخذ فيها يطيل وينشور يعني يعني حقيقة نتألم لرأيهم لكن عندما أنت تقول الأصل أن لا تنشر هذه المسألة وأنا أقول الأصل أن لا يتكلم الناس وينشغلوا ابن حجر الآن إذا كان في جهنم أو كان في الجنة هذا لي يزيدك ولي ينقصك صح ولا لا هذا لن ينفع الأمة ولي يضرها إذا تكلمنا عن الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر أو وقع فيها النووي أو ما شبه ذلك وناقشناها علميا وأخرجنا الشبهات وعلمنا الناس الحق هذا هو الأصل ولكن هذا الذي قلته لك قبل قليل أن يأتيك شخص ويقول تتبع العلماء الذي هنأهم أئمة الإسلام ولا تتبع بن باز الذي خالف أئمة الإسلام فهذا الذي ينشر بين العوام هذا الخطاب الأشعر الذي ينشر بين العوام والذي جعل الإخوة ينشرون الكلام في هؤلاء ثم نجد أناسا يمتحنون ليل نهار في هؤلاء يأتي ويقول لماذا قلت النووي وما قلت الإمام النووي أنا ما أعتقد أنه إمام هو ليس إماما لي إمام لك أهلا وسهلا لكن هو ليس إماما لي فلماذا تجبرني على قول هذه الكلمة في حقه يقول إذن أنت تكفره أنا ما تكلمت في تكفيره لا أنت أنت ما تعرف نفسك أنا أعرفك أكثر من لك فهذه المسألة يثير هؤلاء ناس لهم أغراض عقدية يريدون من خلالها أن يستغلوا هذه النقطة لهذه المسألة التي قلت ذلك شيخنا القصد مني أنه لا تثير هذه المسائل على نطاق العام يعني يرد على من يقول بهذه الأقوال ويحتج بهم يرد عليه في نفس نطاقه لكن اللي دا نشوفه شيخنا أنه بعض الناس يحذرون تحذير عام وتكفير عام وصريح بما يعني يعني على الإنسان العامي اللي يسمعهم يقول لك أنا هاي بعد هذول يعني أكس معناها بعد هذول لا أسمع كتبهم لا أقر كتبهم رغم أنه بكتبهم نفع يعني نفع كبير فرضا 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 ترك كتبهم ماذا سينقصوا من دينه؟ لم ينقصوا من دينه شيخ لكن يعني قصدي أنه شيخنا بس شيخنا راح يفوت خير كثير طيب ما كتب الشيعة أيضا فيها خير كتب الشيعة عندهم شروح عندهم فقه وعندهم أشياء مع ذلك نحن نهجر أنا لا أقول هجروا كتبهم لكن أقول لو هجرنا كما هجرنا كتب الشيعة لن ينقصنا شيء الحمد لله كتب السلف الذين ابن حجر والنوي وغيرهم يأخذون من كتبه السلف أشياء ويزيدون عليها أشياء أخرى فالأشياء النافعة التي في كتب موجودة في كتب السلف يعني لا يضر الإسلام شيئا اللي يريد أن نصل له إن شاء الله أنه يعني يحذر يعني يحذر من نطاق أشعرية مواكدة لكن لا ينفون بالكلية لأن شيخنا خرج أناس ينفونهم بالكلية مع الإطلاق الفاضي الحقيقة شيخنا يعني يعني على الكافر يعني متطلق يعني تكون قوية يعني خصويا أعرف بعض الذين يفعلون ذلك وهم على خطأ أكيد يعني نحن لا نفجر في خصومتي حتى الكفار حقيقة يعني يعني أحدهم والله يعني أحزين عندما رأيت يعني واحد كان كاتب الأحد تعليق كاتب لموهم أصحاب يعني الشروحات وكذا كان قول لي بس هم زنادقة حقيقة يعني كرام قوي جدا يعني بين لكن مو بها هذه الأطلاقات العامة وأسفن لأنه أطلت حقيقة نعم لا بس إن شاء الله هلأ هو لما يصفهم بزنادقة هو هذا اعتقاده فيهم يريد أن يبين أن هؤلاء وإن شرحوا فهذا لا يعني أنهم كما أنك تقول مثلا عن الشيعي ولو كان عنده كتب ولكن هذا لا يعني أنه على السنة على العموم خصويا هذا الشيط صعيم يعني قال فيهم مثلا كبار علماء حالي كبار علماء الإسلام قالوا بفضلهم وقالوا أنه لديهم أشعرية لكنهم يعني قالوا أنه تغفروا في غفير حسناتهم يعني هم كبار علماء حسناتهم السؤال لماذا الشيعة لا تغفروا زلاتهم في بحار حسناتهم شيخنا الشيعة عقيدتهم بأكملها فاسدة ما الفرق بين عقيدتهم وعقيدة الأشعري في بمثال عن الصحابة اللحظة العقيدة الأشعري أو أهم بقليل بماذا؟ بمثال موضوع الصحابة وتكفرون من المرنين وعرف القرآن وغيرها هنا ثلاث الأمر لما تقول عقيدة الشيعة لحظة لا عقيدة الشيعة أنت قلت موضوع الصحابة وأنا أعرف وأنك ستقول ذلك لهذا سألتك موضوع الصحابة لا يغفر والخلاف في الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر وهو الخلاف العادي السهل الذي لا يجوز لنا أن نتكلم فيه ما في هذا ما هذا قصد قصد يعني أنا سمعت من ألم رائع مثل شيخ يعني الشيخ موسيقى السعودي شيخ مبازو عثيمين والفوزان وغيرهم قالوا أنهم حتى الشيخ محمد حسان الغفار كان له تحرير جميل فهذه المسألة قالوا أنهم ما وقعوا بأكمل عقيدة الأشعارية إنما وقعوا في بعض التأويرات طيب بماذا خالفوا عقيدة الأشعارية لا أنا أعرف هذا كثير يردده وأنا كنت أردده تقليدا لهم لكن بعد ذلك لما قرأنا كتب القوم ما وجدناهم يخالفون عقيدة الأشعارية التي نعرفه قد يخالفون قد يقولون مسائل هي داخلة في الأشعارية يعني الأشعارية بينهم خلاف في فريقين من الأشعارية يقولون قول قد يتبنون قولا من القولين لكن ما وجدتهم يخرجون عن عقيدة الأشعارية إلا ابن حجر يعني يتبنى القول بأن كلام الله كلام حقيقي هذا مخالف لعقيدة الأشعارية لكن النووي مثلا بماذا خالف عقيدة الأشعارية ما خالفها بشيء فعندما يقول لك أحد ولو كان عالما على العين والرأس فقط قل له بين لي بماذا يخالف النووي قبل التوبة بغض النظر عن موضوع التوبة بماذا خالف عقيدة الأشعارية أعطيني مسألة خالفة فيها فعلا شيء من عقيدة الأشعارية ثابت وأصل من أصولهم ماذا فهم مثلهم مثل غيرهم من الأشعارية فالقضية قضية براهين وليست قضية قال الشيخ نحن نحترم الشيوخ ونحترم كلامهم وعلى العين والرأس هم شيوخنا وهم علماؤنا ولكن ليست القضية بمجرد قول غير مبرهن نحن هم علماؤنا هؤلاء ابن باز بن عثيم إلى آخرين هؤلاء إذا سمعوا قولا للشافعي يقولون لا نقبله بدون دليل نحن أيضا لا نقبل كلامهم بدون دليل مع احترامنا الشديد لهم هذه هي القضية بكل اختصار جزاك الله خيرا شيخ من مبارك في عمرك الله وفق كرن أصرات الديني والحق ونجزاكم الله خيرا جزايا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته